وحتى لو عندنا مشاكل دفاعية احمد تخلتش فينا ولا هدف طبعاً 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 بس احمد تخلتش فينا ولا هدف فيه كمان عشان كمان فيه الشناوي اه في محمد الشناوي انا عاوز اتكلم على نقطة الناس كلها محمد الشناوي لما بيلعب مطشوط كويسة محادش بيكلم عشان ده كان العادي بتاع الشناوي بعد كده اولوا محمد الشناوي بيلعب مباراة صهيئة ومباراة مش افضل شيء زيه زي اي لعيب كرة في الفرقة الناس ديمسك في الشناوي بس الشناوي النهاردة عمل تصديين هم هم الكورتين اللي راحوا على منتخب مصر الشناوي تتعامل معهم بشكل كويس جداً يا كريم واللي لدرجة ان انا بشوف ان الشناوي من افضل الحراس اللجوم مصر اللي بيقدروا يتصدوا للكور اللي هي داخل منطقة الجزاء او داخل السكس يارد بسبب ان هو بيشتغل برجله كويس جداً جداً لفوتورك بتاعه كويس والتصديين من تحوац الي هم نسخة تبقى الاصل من التصدي لي المحمد الشناوي مع النادي الاهلي في كاسة العالم الأندية تعال انشوف الاول التصديين يا كريم ولا حد تتكلم محمد الشناوي معانه صد كردين شبه انفراضين بس ما حدش أتكلم عنه ومنهم واحدة تعوروا تعالوا نشوف الكرة الأولانية ما نيجي نشوف الكرة الأولانية اللي كانت في الشوط الأولاني هنا نفس الكرة محمد شناوي وقف في جونه عادي جدا الرجل هيخش وسط الزحمة بتاعت منتخب مصر الكرة هتخدمه بص يا كريم أول من الرجل بدأ يدخل جونه منطقة الجزاء بص يا محمد شناوي بياخد دايما الخطوتين علشان دايما يقف الجونه يبقى مستعد بشكل كواس جدا أول من الرجل قطع محمد شناوي شوف إزاي محمد شناوي دايما بص هنا هو واقف أول ما لقى الراجل هيبدأ يدخل عليه أمواخد الخطوتين ونص عليه ممكن تكون بالنسبة للبعض دي كرة عادية طب تعالوا نشوف الكرة التانية وهي أخطر كرة في المباراة في ديها 55 في الشوط التانية كرة ديها كريم ما فيهاش كلام غير جون عاوز أقوليك أول من الراجل هيلعب الباص للراجل بتاعمر تانية اللي جاي شناوي بص خد الخطوتين قبل ما الكرة تروح للراجل بص الشناوي هنا خد الخطوتين قبل ما الكرة تروح للراجل فبالتالي أول ما الراجل لقى بالكرة كان الشناوي قرب المسافة ما بينه وما بين الراجل فرد فعل الشناوي كان سريع وفي نفس الوقت هو قفل الزاوية بص هنا يا كريم بص الشناوي مسك العرضة عشان ده الطبيعي وقفته هنا أول ما الكرة تلاقي بص خطوتين تلاتة اللي خده من محمد الشناوي عشان يدر تطلق بص بقى الكرة اللي بعدها تعالى باشر تعالى باشر زكاء وخبرات تعالى بقى مين ده ده رومارينيو لأهلي كاس العالم والتحاد جدة أول ما رومارينيو هيستلم الكرة وهي رايحاله بص على رجل محمد الشناوي واخد الخطوة الأولانية في الخطوة التانية وقام قافل على رومارينيو قلل المسافة اللي ما بين مسدد الكرة وما بين الحارس وقدر التصدى للكرة دي أقرب كرة جبتالي محمد الشناوي اللي هو عنده تصديات من دي كتير جدا بس طبعا احنا جمده الأكبر فكرة الزكاء والصحيان وانه ما بيسرحش بالسطط شناوي ما بيسرحش ممكن يكون شناوي عنده بعض المشاكل في الكورة تزدادر خارج منطقة الجزاء كل ده طبيعي بس في الأول وبرضو ما هتبراجش مشاكل بعض الأخطاء اللي ممكن تحصل بس يا مش 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 مشاكل دائمة يعني أصد مشاكل دي معناها انه دايما بيغلط لكن بعض الكرة شناوي شال الأهلي كتير جدا شال منتخب مصر كتير جدا بس هو دايما دي الدريبة بتاعت حراس المرمى بتفضل تلعب عشر عشان ميت مطش كويس المية واحد بتغلط غلطة كل الناس هتشغلك الليلة فيعني أنا بحب دايما ندي محمد شناوي حاول دلق حقه زي ما دينا مصطفى الشغير حقه